انا عايزك بنفس الهدوء اللي شفناه في الحلقة الاقيك هدي دلوقتي صراحة ماما انت نايمتيني ايه؟ نايمتيني بس شايفك شكلك مغدود من حالك مغدود ايه صدقني صدقني مغدود من ايه الحمد لله الاسئلة مستهلة مشكلة خلص؟ لا 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 الحمد لله طب ابتدي معاك نص نص ولا ضعيف ولا قوي 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 انا مغ spreads معجنش لحمد كان في مشاكل او لا auf في البداية لأ دي كانت في البداية ده واضع طبيعي النما في بعد كدة الحمد لله ايه المشاكل مشاكل في حاجات مقدرش انا اتكلم فيها يعني مشاكل خلاص خلي بالك الموضوع ده أنا بحاولش أرجع له تاني هي فترة من الفترات حياة اللي أنا باحترمها جدا الحمد لله سيفي بالنسبة لك ويس مش أي حد بيمسك المنتخب مصر أنا كان لديه الشرف أن أنا موجود مع أكاد حسام البدري في الأول ما كناش واغدين على بعض بالصورة اللي هو وإنما هو كان جهاز كله كان موجود معاه فبعد كده ما عارف طريق مصطفى وأنا عرفت شخصيته فالأمور الحمد لله بقت تماما تضارب المهام ما بينك وبانك كابتن أحمد أيوب دي كانت سبب المشكلة؟ لا لا خالص ده أيوب بالعكس شخصية محترمة جدا أنا بحبها على المستوى الشخص وخلي بالك دي اللي يخلقها الموديل الفني كابتن حسام البدري بسبب أمان طلعها وما كانش دي خالص كان كل واحد بيديله دوره وشغله وأنا زي ما قلت لك وقلت قبل كده أنا سعيد بالشغل معاه وبالتجربة معاه طب ليه كابتن حسام البدري كان بيسمع كابتن أحمد أيوب وسائد معاودة أكتر منه؟ لا مفيش كده بص أنا في حاجات أنا قلت لك كابتن حسام وكابتن حسام خد بيها وفي حاجات ألها أيوب حاجات ألها سيد في حاجات كابتن يقول أمان طاهر نفسه فلا الموضوع تهلا ولا زمال كاري؟ مش كده زمال كاري قبضا عن جدا وكل ولادي وكل عيلتي أنت مدرب محترف ولا لا؟ طبعا الحمد لله وليه الشرف إن أنا من المدربين طب ولو لا ليه الشرف إن أنا المدربين اللي روحت اشتغلت في الأمارات واشتغلت في المغرب تمام تمام حلوان لو تعرض لك النادي الأهلي تدريب أتوافق بص النادي الأهلي طبعا نادي كبير جدا بس النادي الأهلي ليه أولاده وليه أبنائه تعرض عليك طلعت من حلقة لقيت مجلس الضرب يتكلمك تعال درب نادي خلي بالك اللي حصل مع كبتن جوهر الله يرحمه عمره ما هيتكرر تاني أنا يعني عشان ما يبقاش كلام مرسل نادي الأهلي ليه أولاده وأبنائه كتير جدا وكلهم مميزين زي ما نادي الزمالك الحمد لله أولاده كتير جدا في المستوى الفني والثقافي كمان والخبرات هم يكونوا موبودين يعني بس أنا هعود معك بقى إيه نتاول كده أنت قلت تبتدي كده أنت بتخلص أصلا بدري هرجع لك تاري لمنتخ هو أنت اختلافت مع كبتن حسام البادري كنت عايز تدوم محمد عب مينة ما هو رفض